موسيقى تصبع بطريقة طبيعية تصبع بطريقة طبيعية خصوصا لواتي شعرهن غامق اللون سواء بني غامق أو أسود أو قاتم اللون وصفات ليوم تصبع بطريقة طبيعية وتصبع بطريقة طبيعية وتصبع اللون الذي تبحثين عنه تابعوني أخواتي أولا في الوصفة الأولى عندنا الشاي الأسود الشاي الأسود له فعالية رائعة في صبغ الشيب عندنا قليل جدا من ملح البحر أو الملح الخاشين أو ملح الحية لكن الاختيار اشتره من عند العطار عندنا أيضا الميرامية السالمية وعندنا أيضا كوب من الماء نضع القليل من الشاي الأسود مثلا مقدار ملعقة ونضيف لها رأس ملعقة من الملح البحر أو الملح الخاشين أو الملح الحية ونضيف لها أيضا السلمية الميرامية نضيف تقريبا هكذا ملعقتين كبيرتين أنا نعطيكم العينة وأنتم ضعفنا الكمية نضيف أيضا كوب الماء ونخلط المكونات جيدا ونضعها تغلي على نار قليلة لمدة 6 دقائق حتى 7 دقائق ونضفئ النار حتى تتخمر المواد في بعضها جيدا نضيف أيضا المكونات هذه تصبغ لك الشيب خصوصا إذا عرفت كيف تستعمليها لأن الميرامية تصبغ شيب اللون الداكن والشاي الأسود أيضا والماء أيضا والملح أيضا ضعها تغلي لمدة دقائق تركها تتخمر وبعدها حاول تضعها في بخاخ وطبعا كل ليلة رش الشعر يعني خصوصا مناطق الشيب بهذا البخاخ وفي الصباح أغسل الشعر كرر العملية كل ليلة هذا بالنسبة للشعر يكون جاف شوية هذا بالنسبة للوصفة الأولى أما الوصفة الثانية نحتاج إلى الميرامية السلمية نحتاج أقليل من الملح ونحتاج أيضا إلى الريحان هذا ونحتاج إلى الشاي الأسود ونحتاج أيضا إلى قشور الثوم هذه قشور الثوم أحبت الثوم عادي قوم بقط قشيرها تتحصل على هذا القشور نضع قليل من الملح نضيف له قشور الثوم ونضيف الشاي الأسود طبعا تقريبا ملعقتين ونضيف الريحان ونضيف الريحان أيضا ونضيف الميرامية جداتنا الزمان كانوا يصبغوا الشيب بأبي الوصفات الطبيعية نضيف القليل من الماء تقريبا هكذا كوب ونضيفه يغلي لمدة 6 دقائق نضيف النار طبعا تكون قليلا ونضيفه بعد ذلك التركيه تخمر جيدا ضعيف بخاخ هذا استعمليه بعد غسل الشعر كبخاخ يعني بعد غسل الشعر والشطفة الأخيرة استعملي هذا البخاخ رشي به الشعر كامل والتركيه يجف عادة دايما بعد غسل الشعر رشيه به على الأقل مرتين في الأسبوع بعد مرور أربع أسابيع تقريبا تلاحظي أن الشعر يصبح عندك لون رائع وجميل والشيء بيختفي تماما طبعا الوصافات هذه بالنسبة للشعر الغامق ويكون جاف ونفس الشيء بالنسبة للبخاخ الأول لكن طريقة استعماله يختلف البخاخ الأول هذا استعمله في الليل وفي رشي به الشعر كامل وفي الصباح أغسل الشعر أما البخاخ هذا يستعمل بعد شطف الشعر فقط نتمنى تكون وضحة الصورة ننتقل الآن إلى الوصفة المويلية عندنا الميرامية السالمية الميرامية الميرامية معروفة في كل مكان نضعها في إناء يعني إناء الطهو طبعا أنا نوري لكم الطريقة وأنتم نضعي في الكمية واستعملناها على النار نضيف لها الماء ونقوم بغليها على نار قليلة مدة 5 دقائق أربع دقائق وأكفئ النار تركيها تتخمر جيدا وقومي بتصفيتها وضعها في بخاخ هكذا قومي بوضعها هكذا البخاخ هذا كل يوم رشي به الشعر كل يوم قومي برش هذا البخاخ على الشعر كامل وتركه يجف وبعد أسبوع أغسل الشعر عادي طريقة هذه ممتازة وتعطيك تغطية رائعة للشيب ميرامية معروفة من زمن جدتنا أنها تخفي الشيب وتصبغه كرر العملية يوميا ورشي ولا تغسل الشعر وتركه ينشف عادي طريقة هذه تخفي لك الشيب وتعطيك نتيجة ممتازة اختاروا من الوصفات هذه أو الوصفات التي قبلها وتتحصلوا على نتائج مرضية بإذن الله وبإمكانكم إرجاع المغلى يعني تركه مع الميرامية يتخمر وتستعملي منه عادي يعني سواء أنت ضعيف البخاخ أو تستعملي عادي ننتقل الآن إلى الوصفة المويلية هذا الوصفة خاصة بالشعر الدهني فقط وممنوع تستعملها صاحبة الشعر الجاف الشعر الدهني الذي يكون فيه الشيب ويكون لون غامق طبعا نحتاج إلى الحرمل الحرمل يباع عند العطارين ويباع عند العشاب اسألوه عن الحرمل اشتري حبوب واطحنه او اشتريه جاهز مطحون مثلا إناءه اضيفي له الخل الأبيض الخل طبعا ضعفي كمية الخل مثلا القليل من الحرمل اضيفي له الكثير من الخل يعني كمية مضاعفة انا نوريكم العينة ضعيه يغلي على نار قليلة مدة دقيقتين فقط واطفئ النار وقومي بتصفيته اضيفه طبعا الوصفة تستخدمها صاحبة شعر الدهني الذي يكون فيه الشيب ويكون غامق اللون شكرا الدهني به الشعر كل ليلة أماكن الشيب كاملة الدهنيها وتركها تجف كل ليلة هكذا هدا يمر أسبوع أغسل الشعر عادي وما تنسيش تستعملي بديل الزيت وكرر العملية هكذا أسبوع ثاني وثالث ورابح بعد ذلك تحسي أنه لون الشيب اختفى وأصبح مصبوغ رائع لكن تستعمل فقط لصاحبة الشعر الدهني لأن الخل يقصر الشعر يفتتها لازم تكون شعر دهنية جربوا للوصفات هذه ودوموا عليها وإن شاء الله تعطيكم نتيجة رائعة إذا كنتم من الزوار الجدد لقناتي نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس وما تنسوش تابعوني على الانستغرام وصفحتي على الفيسبوك وقناتي الثانية ليصلكم جديد لحظة نزولة